السلام عليكم ربط الله وبركاته إزيكيا ولهذا رجع لكم اليوم فيديو جديد الفيديو هذا يجبع تخير جاي لكم تجميع المبتدئين في البي سي أو اللي جاي من العالم الستيشن تجميع قيمتها تقريبا 2400 2300 شامل الشحن طبعا تجميع جدا جدا ممتازة تشغلك أغضم معظم الألعاب على 60 فريم ممكن تخليها 100 فريم لازم تنزل الدقة شوي لكن هاي شي بسيط للي تدو داخل فأتمنى تجميعها نتيجوكم ولا تنسى تسوينا لايك سبسكرايب وشير وانشر الفيديو يا جماعة الخير يعطيكم ألف عافية دعم جدا جدا بطل لكن نستمر على الشي هذا جماعة الخير ونبي نجيب أرقام أكثر أنتم قدها إن شاء الله ولا راح تقصرون ولا بيطول عليكم طبعا تحصول روابط أي شي تابونه تحت في الوصف من حساب الإستجرام حساب السناب شات وبرضو حساب الدعم المادي للقناة كلها موجودة في الوصف فما بيطول فيديو أكثر من كده حتى روابط القطع موجودة في الوصف دعونا نبدأ طيب يا جماعة الخير عندنا أول شي هنا المعالج اللي هو الانتل كور اي 3 9100 يجيب أربع عنوية وأربع مسارات طبعا سرعته 3.6 كيجاهرتز للنوات ويقبل إلى 4.2 طبعا بدون كسر سرعة بدون شي نعمل مع الضغط سأعطيك أداء هذا أو نعمل نظام XMP وهو سيكون يعطيك أداء أسرع طب نشو خصائص المعالج كما قلنا أربع عنوية كما قلنا كما قلنا أربع مسارات السرعة طبيعية 3.6 ويقبل إلى 4.2 فهذه أهمى الأشياء طبعا السوكت أكثر معالجة انتل اللي هي 1151 300 300 300 طيب نروح لبعد لدينا هنا كرة الشاشة من رايدن RX 570 رايدن رايدن 6 لكن ما زال يعطينا خدمات رائعة وهو 4 جيجا بوستكلكه على 1284 ممكن تسوي له كسر بسيط لكن أنا ما أنصت أتكلم لأنه هي أصلا مرة حدها كده فما في أي شيء أشرح على كرت لأنه يأتي في مداخل هنا مدخلين ديس بلاي بورد مدخلين HDMI ومدخل DVI طبعا هذا الكرت قد سويت عنه أنا حد التجميع تركبته صراحة جدا ممتاز حد التبريده ممتاز جدا دايم كرة EMD سبحان الله يعني حجمه يجي كبير شوي جميل يعني لكن مشكلته أن يأخذ عليه كهرباء زيادة لكن ما هي مشكلة هذه إذا كان عندنا ممتاز راح يعطينا الشيء مطلوب منه زي ما قلنا في مدخل HDMI وفي مدخلين ومدخل DVI طبعا نقولك ماكس رزوليوشن اللي هي تقريبا من هذه الـ 5K لكن الـ 8K لكن ما في شيء اللي هو 8K لكن يعني يقولون 8K يدعم فقط طبعا نحتاج جولم البورس بلاي 150 واط عشان شغل الكرت هذا فيعتبر جدا يعني معقول نوعا ما نشوف اللي بعد عندنا هنا من الـ MSI اللي هي الـ Arsenal Gaming اللي طبعا يسمونها الـ Arsenal وعناتها المدفع أو شيء زي كده طبعا النوع المدفع هذا هو بازوكا الكثير من المدفع مايكرو ايتي اكس مايكرو ايتي اكس مايكرو ايتي اكس زي ما تشوفون فيه شيلد هنا للكرة الشاشة ما عندك اي مشاكل وبرضو فيها مدخل للـ M.2 هذا شيء ممتاز يعني دائما كل التقنية الجديدة بها اربع مداخر رام طبعا غير قابل لكسر السرعة المدربورد هذه لانه بي 360 اهلا اللي هي 300 series اللي دائما يقول 300 اللي هو الجيل الثالث من المدربورد يعني هذا مثل 360 هذا هو الجيل الثالث يعني الجيل 300 يعني على العموق وكني سابورت الجيل الثالثامن والجيل التاسع معالجات انتل وبارضو يدعم البنتيوم كو الجولد وبارضو اللي هو سريليون بروسس اللي هو كل انواعا معالجات تقريبا حقيتين اللي يدعمها وكادعم هنا الـ VRAM على DDR4 السرعة من 2660 الى 2130 سرعة عادية معالجات انتل لكن هنا السؤال يقول مثلا لو اخذت رام سيعمل 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 2660 ما رح يزيد عن كده وبرضو هنا خنشوف عندنا هنا الـ VRAM 2660 ومداخل موجودة يقول كنا سابورت اللي باي CPU ايه نتدعم الـ مدرد عادي يعني اه كنا نباهم مداخل اللي هنا خنشوف مداخلها يقول كنا شوف هيا موجودة لكن لا نحتاج حيننا نشوف اهم شيء هنا دائما ما مداخل ما لدينا واحد ثلاثة أربعة خمسة وتيب سي عندنا تقريب 6 مداخل USB هذا شيء ممتاز يعني تقدر تضع أكل أشياء من سماعة وكيبورد وماوس وشياء هذه ومداخل زيادة ومداخل زيادة وتضع قطعة واي فاي فهذا الممتاز في الممتاز وغير كذلك يجينا في الكيس عادة من 2 إلى 4 مداخل هذا شيء آخر وارضو فيها مدخل العن هذا شيء طبيعي وطبعا قيمتها تعتبر ممتازة لكن ما عليها شهر مجاني لكن ما زالت نوعا ما معقولة هنا يقولك المداد 2 تدعم النوع هذه لكن المداد 2 بشكل عام تدعم كل نوع المداد 2 فهذا شيء ممتاز وأنا صراحة أحب شركة MSI سواء من ناحية كوت شاشة أو مدربودز سعرها حلو ومقابل أداة رائع حتى مضمونة يعني معروف من أكبر شركات حقا البي سي اللي هي MSI هنا عندنا البلاستيكس اللي هي بلاستيكس اللي هي الرامات أخذ ثماني رام هنا وممكنت بعدين مستقبل تحطه 16 شي راجع لك زيد 130 ريال زيادة يعني ما هو زيادة زيادة لكن أنا حطيته ثمانية نحاول نقلل قيمة تجميع قدر المستطاع عند بعدين تقدر تحطه 16 تبيت تحطه مثل نوع ثاني ما عندك أي مشاكل طبعا أنا أخذت سبعته هنا زي المكتوبة اللي هي عندنا لا إله إلا الله 2660 اللي تدعم عندنا المادر بورد بالضبط فتكون جدا ممتازة لكن إذا كان عندك معالج انتل ما رح تفرج معك يعني أبدا لأنه بشكل عام انتل ما رح تأثر بصرات الرام بعكس الرازل لكن هذا الرام ممتاز جدا للانتل طبعا عندنا هنا نتخل الامدة 2 من كورسير اللي هي الان بي 300 أخذنا 120 جيجا نحط عليها النظام طبعا نشوف خصائصها خصائصها 120 جيجا حلو وممتاز وسرعة القراءة عندها 1520 وسرعة الكتابة 460 طبعا لو نشوف SSD العادي ستكون القراءة عادة من SSD من 400 إلى 500 ميجا بيتس بالثانية وتكون القراءة الكتابة عادة من 300 إلى 400 فتقريبا هذه أسرع من SSD بالقراءة ثلاث مرات وكتابة مرة ونصف أو مرة وشوي ممتازة تعتبر غير كذا قيمتها قيمة SSD بالضبط لماذا أخذ SSD أخذ هذه وريح عمري ممتازة صراحة وغير كده من شركة كورسير لا تحتاجت كامل شركة كورسير بأي حاجة ممتازة الشركة ما شاء الله طبعا مدعومة من مدرورة الناس برضو عندنا خطنا WD والوسترن ديجيتل بلو ستكون سرعة 7200 هردسك عادي يكون 1000 جيجا أو 1 تيرابايت طبعا دائما أضع هذا البلو لا تأخذ أقل يعني في سرعة 5400 لا تأخذها أو كاش 32 لأنه ستسبب لك مشاكل مع العابد ربوات ومشاكل فهذا أقل شيء ممكن تأخذه بدون أي مشاكل غير كذا فضلك تأخذه المحلي لأنه يطلع لك تقريبا نفس القيمة لكن ما رح تنتظروا لمن ينشعني تقريبا أسبوعين فأخذه المحلي أفضلك هردسك عادي ما في أي خصائص يعني أشرح عنه لكن زي ما قلت لكم دائما تأخذ أي هردسك سواء WD أو C-Gate أو تشيبا تأكد السرعة حقته 7200 وإن الكاش 64 ميجا هذا يتأكد منها وغضا نظر على الساعة لو تأخذ 6 تيرا لا لديك أي مشاكل لدينا هنا بورس بلاي من EVGA أخذ 500 واط وهو الـ White Edition لأن القيمته تعتبر معقولة ممكن تأخذ مثلاً 650 واط تزيد حاجة بسيطة يعني تقريباً تزيد 30 ريال أو 40 ريال عشان لو تطور بعدين شيء يراجع لك لكن التجميع هذه بشكل عام غير قابل للتطوير يعني أنك لازم تغير معالج وتغير كرتشاش فهذه تجميع كاملة فعشان كده نقضت 500 واط وغير كده يوفر ومثلاً ولا يصرف على طاقة مهدرة يعني لو أخذ 700 واط حرام على تجميع هذه 500 واط أكثر من كافي من EVGA طبعاً ما أحتاجت كبير من EVGA كل فيديوات تقريباً أنا أحضط EVGA لأنه هو تقريباً عندي شركات المنبهة في بورس بلاي اللي هي EVGA وسيسونيك وبرضو ثيرمالتيك وبرضو كورسير لكن أنا بشكل عام أفضل على نفسي شخصياً أفضل EVGA وأنا مجربه شخصياً يعني فترة أعتقدنا ممتازة وأشوف أنه جداً ممتاز طبعاً النون موديلر ها يعني بورس بلاي عادي جداً 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 نجيك النون موديلر اللي هو اسلاكه موجودة فيه هو الوايت اللي هو حق الكهرباء هذا الكابل تأتي جميع أنواع الكابل اللي كان لديك شاشة راح يدعم عندك الكياب الموجودة فشي ممتاز عندنا آخر قطعة جوات الخير عندنا الكيس أنا أخذت الكيس هذا اللي هو المايكرو ات اكس ما هو ات اكس يا جماعة هذا المايكرو ات اكس يركب على الماذربورد هذي شف الماذربورد هذي حرف ال M يعني هنا مايكرو هنا عندك الكيس برضو هنا شف M-A-T-X مايكرو ات اكس فهذا الكيس جداً صغير اللي ما عنده مساحة وليه بيسي كبير يشغله فأخذت من كولر ماستر والكيس هذا اللي هو الماستر بوكس ال Q300L شي نراجع لك لتغير لك انواع ثانية لكن اخذت هذا الحجب صغير يعني وفي مداخل USB وشكله جميل حتى ولا ياخذ مساحة وعلى قد الماذربورد عشان تطلع شكلها جميل مع الكارت وزي كده طبعاً توصيل مجاني وقيمته جداً جداً حلوة يعني ما ستجد تكلم عن كولر ماستر يعني ان شاء الله تلك الرحمن أنا عندي كيس كولر ماستر حتى فيه ثمرت كلاس يعني هذا يعني ينحس بلغة في عندك النوع اللي هو ال Q300L وفيه ال Q300P ال P اللي يجي فيه مراوح RGB 2 ودكور على حق اللي دي هنا هذا ما فيه لكن انا اخذ هذا لان هذا التقريم قيمة 380 انا اخذ هذا للعادي اللي ما يهتم RGB واشياء هذي اذا ان تهتبع RGB واشياء هذي ممكن تاخذ الكيس هذا وغير رح غير كثير في الميزانية اذا كانت عندك ميزانية طبعاً لكن انا حطيتها اقل الميزانية قدر المستطاع لان دائما يجيك من عالم البلاي ستيشن يدور حاجب 2500 الى 3000 وتكون تخدمه مثلاً سنة ثلاث سنوات تكون نوعاً ما كويسة ما هي سيئة ما هي ممتازة يعني تكون تمشي الحال هذه ان شاء الله تقول انها اكلم تمشي الحال ان تشغلك معظم الهات على الترا على 60-50 فريم تعتبر جداً ممتاز وقيمتها جداً معقولة طيب جمعة الخير هذه التجميعة كاملة عندنا حطينا من رامات ماذر بورد SSD أو M.2 وعندنا هنا كرت الشاشة والهاردسكات كل شيء موجود كم تطلع تطلع عليك في 2435 واصل عند باب بيتك فشوفوا مبلغ جداً 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 بطل سراحة هل انصح بالشي ذات جداً انصح فيه والله لانه قيمته معقولة جداً جماعة سراحة التجميعات هذي اللي قولك انها انا بالنسبة لي انا واحد جاني يقول انا بقى بي سي ومدر كيف ولا داخل بقوة كذا قولوا لا لا تاخذ تجميع هذي لكن يجي واحد يقول انا والله بجرب على بي سي وش رايك ومدر كيف ونقول خلال تجميع هذي ومش امورك فيها وان شاء الله انها حلوة اه يعني انا اشوفها يعني بالنسبة لي كبي دايما ممتازة جداً وانتي اذا مثلاً بعدين قال لها الله بعد سنة و سنتين يمكنك تبيع تجميع هذي وراح تخسر فيها واجد لانها اصلاً قيمتها من اول شي من خفض وما هي حالية فبعاتها راح تكون سهلة عندك وراح تتمش على طول وراح تتعم معها يعني وانا اضمن لك التجميع هذي ما بها اي مشكلة باذن الله منعك اي توافقية او حتى بتشغيل اللعاب وشي كده الاي ثري قابل كانوا سابقاً لا ينصحهم بالاي ثري الا انه كان سابقاً 7700K كان سابقاً اربع عنوية هذا اي سابنت او قابل سنتين فهنا صار عندنا اه اربع عنوية لل اي ثري فشي جداً بطل صراحة ودائماً تركيزك في العاب المعالج يعني ما هو مرة هو المتحكم نقول له مربط الفرس اللي هو عندنا الكرت الشاشة فكرت الشاشة عندنا هذا جداً ممتاز وانا مجالبه صراحة بضرب تجميعات عندي يعني البسيطة وامورها جداً مع اشياء ولكن انت بتطلب تجميع من عندي ما عندك اي مشكلة يا عزيزي ممكن تتواصل معي عن طريق الاستقرام وابشر ان شاء الله باي تجميع تريدها لكن جماعة الخير يا ليت يا ليت اللي يجيني في الاستقرام يجين عشان مثلاً عنده فعلاً مشكلة او فعلاً عنده استفسار لان والله يا اخي يجيك بعض الناس يعني يبغى يسولف ولا مثلاً انا ما عندي مشكلة والله وعلى راسي لكن مثلاً انا تجين مثلاً يومياً والله يا جماعة يجين تقريباً من 20 إلى 25 محادثة في الاستقرام وغير الردود عندي في الواتساب فانا احاول افيد الناس قدره مستطاع فحرام انك تاخذنت من وقت الناس اذا كان ما عندك اي شي تسأل عنه مثلاً بعضهم يعني اللي يبغى سلفة واللي مدري ايش واللي جماعة يعني احنا فتحينا للحساب يعني عشان نفيد الناس يعني مو عشان نسلف الناس او مثلاً ليقول عطني ولا سولي مدري كيف ولا ولا يعطيكم العافي يعني وغير كذا يعني هذا طبعاً فئة بسيط لكن الاغلاً منكم يعطيكم العافي كلامكم جداً جميل محفز للواحد انه يستمر ومنهاية الفيديو جماعة الخير وهو بيطول الفيديو عليكم سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كان معكم باس مخدرسوك جميع الروابط الجماعة الخير موجودة حق القطع في الوصف واذا ما حصلتها يا جماعة الخير كميثال اسمه i3 9100F انا قلت لك كذا عشان تروح تبحث عنه فبسيطة فجمعة الخير ما بيطول الفيديو كثير من كذا كان معكم باسل اذا تبقى الروابط الانستغرام موجود برض في الوصف واذا تبقى الروابط الدونيشن برضا موجود في الوصف وروابط القطع كلها موجودة في الوصف فما بيطول كثير من كذا السلام عليكم